أهلا بكم في هذا المقال سوف نشرح خبرا عن فرض الجزائر للتأشير على المواطنين المغاربة عنوان هذا المقال يعني الحكومة الجزائرية تفرض التأشير فيزا على المواطنين الأجانب أعلنت اليوم اعادة العمل الفوري بنظام التأشيرات بالنسبة لكافة الرعاية الأجانب حامل جواز الصفر المغربي حسب الوسائل الإعلام المحلية كلمة reinstatement إعادة العمل بي لأنه كانت هناك تأشير مفروضة على المغاربة ووزلت ثم أرجعت بهذا تم استخدام reinstatement immediate تعني فوري أما كلمة according to فتعني طبقاً لأو حسب the same sources stated that the Algerian government has decided to immediately reinstate the requirement for obtaining a visa to enter the national territory for all foreign citizens holding Moroccan passports وذكرت المصادر عينها the same sources stated ذكرت بأن الحكومة الجزائرية the Algerian government قررت has decided العمل الفوري على إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية كلمة requirement تعني ضرورة requirement مطلب حاجة شرط أساسي requirement requirement for obtaining a visa لحصول على visa to enter لدخول the national the national territory territory يعني التراب الوطني territory هذه الكلمة جاءت من الكلمة الفرنسية the terre الأرض أما citizen فهي المواطن citizen مواطن نفسها هي نفسها وهي مراضف لكلمة national التي رأيناها سابقاً وق� schmeありがとうございました The announcement attributed TOA statement from the algerian ministry of foreign affairs mentioned that Algeria which has always committed to values of solidarity and preserving the human and familial ties between the brotherly Algerian and Moroccan peoples avoided since it announced its decision سأقوم بترجمة كاملة لهذه الفقرات وما نشرحها ونسبت المصادر الإعلان إلى بلاغ الوزارة الخارجية الجزائية جاء فيها الجزائر التي طالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائر والمغربي تفادت منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في غشت 2021 تفادت المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص إذن الإعلان يعني نسب هذا الإعلان لبيان من طرف وزارة الجزائر للشؤون الخارجية شؤون خارجية وهذا الإعلان ذكر سر consensus يعني أن الحفاظ على الجزائر التي دائما ملتزمت بي على سرو الأشخاص challenges reality تضامن والحفاظ على الروابط الأسرية والإنسانية بين الشعبين الأخويين أخوي براثرلي أخوي براثرلي بيبولز تعني هنا شعبين ولا تعني الناس لأن كلمة الناس هي أصلا جمع ولا تجمع نقول بيبول هي جمع لبيرسن لكن هنا معنى مختلف هذه كلمة جمع لكلمة بيبول التي تعني شعب فأشرح لكم بكل نفصيل بيبول هذه الكلمة تعني الناس أو شعب إذا كان المعنى هو شعب فإنه يمكن جمعها إلى بيبولز شعوب أفويدد يعني الحكومة الجزائرية هنا أفويدد تجنبت منذ أن أعلنت على قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية severe يقطع أفويد قمت بخطأ sever sever هو يقطع الفعل ينتقو sever يقطع sever diplomatic relations يقطع العلاقات الدبلوماسية with the kingdom of morocco in august 2021 affecting the freedom and fluidity يعني تجنبت avoided ماذا تجنبت التأثير أن تؤثر على حرية وسلاسة أو انسيابية حركة الناس fluidity fluidity انسيابية سلاسة المتعني 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 in addition to smuggling illegal immigration and acts of espionage as well as deploying Israeli intelligence agents holding Moroccan passports to enter the national territory freely وهنا يعني قامت الجزائر الوزارة الخارجية الجزائرية بإعادة نفس الاتهامات المعتادة in repeating its usual accusations usual accusations اتهامات معتادة واتهمت المملكة المغربية accused the kingdom of morocco according to the statement حسب ذلك التصريح of exploiting the absence of visa requirements بأن المغرب يستغل يعني انعدام شرط الفيزا بين البلدين للانخراط في أعمال أو أنشطة متنوعة والتي تهدد أمن واستقرار البلد يعني الجزائر engaging in various activities that threaten تهدد ألجيريا's stability stability استقرار and national security particularly through multiple networks of organized crime بالخصوص عبر شبكات متنوعة متعددة للجريمة المنظمة organized crime وdrug and human trafficking يعني تهريب المخدرات والبشر in addition to smuggling illegal immigration and acts of espionage as well as deploying Israeli intelligence agents holding moroccan passports to enter the national territory free يعني فضلا عن ذلك تقول وتدعي الجزائر بأن المغرب يقوم بتهريب المهاجرين الهجرة السرية illegal immigration الهجرة السرية acts of espionage أعمال التجسس acts of espionage as well as بالإضافة لنشر عملاء استخبارات إسرائيليين حاملين لجوازات الصفر المغربية deploying Israeli intelligence agents holding moroccan passports لدخول الأراضي الوطنية بشكل حر بكل حرية to enter the national territory freely إسرائيليين حرية